استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لمبرشت وخلال اللقاء أعربت وزيرة الدفاع الألمانية عن التقدير والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي للجهود المصرية في استضافة أكثر من 6 ملايين من اللاجئين على أرض مصر وتمتعهم بالحقوق الأساسية بجانب المواطنين المصريين بالرغم ما يفرضه ذلك من أعباء ضخمة إضافية على الدولة كما أعربت وزيرة الدفاع الألمانية عن تقدير بلادها لما تشده العلاقات المصرية الألمانية مؤخرا من ترام وازدهار مؤكدة نهتمام ألمانيا بتعمق تلك العلاقات بما لها من تاريخ ممتد كما أكدت لامبرشت العمل على دعم التعاون في المجال العسكري والأمنية في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين لسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود والهجرة غير الشرعية وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط وشرق المتوسط حيث تم توافقه على تعجز التنسيق المتبادل في هذا الإطار في ضوء التحديات التي تتعرض لها منطقتها الشرق الأوسط وشرق المتوسط والتي تمتد أثرها إلى خارج المنطقتين الأمر الذي يستدعي تكتيف التعاون بين البلدين من أجل تغلب عليها